قصو الاستماعي عتاب شجرة سنستبدل كلمة أحلام بنورة زهبت نورة وأسرتها إلى الحضيقة ليقضوا فيها يوما سعيدا وعندما وصلوا وضعوا أمتعتهم تحت إحدى أشجار الحضيقة انطلقت مع خويها يلعبون ويمرحون ويدورون حول إحدى الأشجار فرأت نورة بعض الأغصان والجذوع المكسرة وبعض الأوراق المتناثرة هنا وهناك فنظرت إلى الشجرة فإذا هي حزينة باكية تريد أن تبس أشجانها وآلامها إلى أحد كي يواسيها ويحس بمعاناتها فتحدثت إلى نورة وضار بينهما هذا الحوار الشجرة مالذي جاء بكم إلى الحديقة نورة جئنا نتنزه ونلعب ونستمتع بمنظر الأشجار والأزهار والورود الشجرة تستمتعون نورة نعم نستمتع بما أنعم الله به علينا من هذه المناظر الجميلة والجو اللطيف الشجرة نحن نفرح كما تفرحون ونتألم كما تتألمون انظري ماذا فعل بي من كان قبلكم انظري إلى أزهار وورود الحديقة ماذا فعلوا بها نورة شيء غريب لماذا فعلوا كل هذا الشجرة لأن الناس لا يحبون النباتات نورة كلا هذا غير صحيح فنحن نحب الأشجار ونغرسها ونسقيها ونحافظ عليها فهي تمدنا بالثمار والظل والجمال وكذلك الأزهار والورود نستخرج منها أجمل وأزكر الروائح العطرية وهناك النباتات العشبية فمنها نستخرص أدوية يصفاء الطبيب علاجا للمرضى ومن اليوم سنعلق عبارات على سور الحديقة توضح أهمية النبات وفوائده ووجوب المحافظة عليه الشجرة شكرا لك يا نورة الآن بدأت أشعر بالأمان نورة النباتات نعمة من نعم الله ومن واجبنا أن نحافظ عليها الشجرة شكرا لك يا نورة فقد سعدت بما سمعته منك نورة شكرا لك أيضا كما أعدك أن لا يؤذيك أحد بعد اليوم الشجرة إلى اللقاء نورة إلى اللقاء إن شاء الله حانا وضبعا